سبحان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الله ومدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لا يملك فبهمناها سليمان وكل الآتنا حكما وعلما إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السجئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوء والذين يمكرون المكرات السيئات كما يفعلوا هؤلاء المحاضنون أصحاب الجهالات لهم عياب شديد ومكر أولئك هو يبوء ومكر أولئك هو يبوء قد أخبر النبي سيد الوراء لن يتي الدجال أعني الأكبر حتى تجيء قبله دجاج له كل يلوذ بطريق باطلة لن يتي الدجال أعني الأكبر حتى تأتي قبله دجاج له مفاعله دجاج له جمع دجال ودجال ومعوم عن الدجال الذي يغطي من دجال الناس غطاها لعقولهم حتى أخذ عهم وصور لهم الباطل في صورة الحق فاعتقدوه حقا وهذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد المعروف مكرا والمكر معروفا هذه المواعد التي أخبر بها رسول الله سلم لا بد أن تقع فنحن نعيشها شاهدناها بالعيان ولكن كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدو اليوم نتطرق بحول الله تعالى وقدرته لمفاهيم يجب أن تصحها وقد أدت إلى مفاسد لا تحصى ولا تعد لا تحصى ولا تعد ولا يحصى ذلك الحد منها ولا يحد وتطاول على العلماء الجلة من لا يستحق الجلوس في طرف المجلس احتراما للدين الأمشد وإذا نغرنا بعين الحقيقة فهذا هو الواقع أنا لما خرجت من محورة شيخنا المرابط الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وهي معلومة على الساحة تمثل شنقطة على الإطلاق بدون مبالغة وبدون تجاوز وبدون مجاز حقائق كما يقول فيه الشاعر فربيت أعلاما وحليتهم تقا فكانت لهم دون الحرام الشبام ومن هؤلاء الأعلام شيخي وقدوتي حفظه الله تعالى وشفاه مرابط حدمين خليفة المرابط الحاج في الصلاة والدرس وغير ذلك وينوب عنه في مهمات العشير أيضا كما هو معلوم وأنا أسميه الخليفة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رافقه طيلة الحياة ولا أحد أدراء بالمرابط الحاج منه حفظه الله تعالى ورعاه يعني قال لي يا فلان وانا كنت مقربا إليه جزاء الله حتى أنه يدعوني حيانا عندما يرسل الرسالة يقول إلى ابني فلان المهم جزاء الله أخيرا لطفا منه ورحمة به وإلا فأنا لا أستحق حقيقة هذا التعظيم ولا التقدير ولكن هو أب يعني أبوك في العلم أخذت بني لحرفين احتجت له في الدين فبما أنه أب ورحمة الأب معروفة صار يخاطب لي مخاطبة الأب فجزاء الله عننا خرم وجزاء عنا شيخنا المرابط الحاج وجميع المشايخ المهم قال لي فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم عدد رجالا ممن اشتهروا في البلد هناك وكنت أرد عليه وكأنني أقول أعتقد هكذا أنهم علماء قال لي لا هؤلاء ليسوا بالعلماء وقال لي هذه الكلمات وهذا كان آخر جلوسي هناك مستقرا في تلك المحضرة المباركة التي مثلت شنقطة على الإقلاق قال لي تصدر للتدريس كل مهوس أو كل مفلس بليد يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدى من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلسي ثم قال لي يا فلان إنما يفسد هذا الدين وضع المسميات على غير مستحقها فهذه الكلمات فهذه الكلمات رسخت فيها رسوخة الطابع على مطبوعه واختلطت بي وامتسجت بي اختلاط اللبن بالماء واختلاط الدم باللحم لا أنسها فكل ما جنت في البلاد تحققت من هذه الكلمات تصدر للتدريس كل مفلس بليد أو كل مهوس من يهوسه الناس بليد يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدى من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس ما في بضاعة الآن في الدنيا أرخص من التصدر للتعليم والفتوى والإمامة في المساعد ما في وظيفة الآن أرخص من هذا ولا يتصدى لها إلا أجهل الناس وأغبى الناس وأحمق الناس وأسوأ الناس طبقات سفلة تمثل الوحي السماوي ثم قال لي إن ما أفسد هذا الدين وطع المسميات على غير مستحقها أو ما أفسد هذا الدين إلا وطع المسميات على غير مستحقها جرت في البلاد فأنا الآن في أمريكا وقد زرت المغرب بمعنى المغرب الآن ليسمى المغرب مراك وزرت تركيا وزرت قبل ذلك وبعد ذلك الحرامين الشريفين وأما موريتانيا فهي مسقط رأسي فما فيه حي من هذه الأحياء إلا وفي عدد كبير من المساجد وفي عدد كبير من ما يسمى مدارس ومعاهد إسلامية وكل ما أمر إليها فإذا هي ما أفسد هذا الدين إلا وطع المسميات على غير مستحقها أبنية شامخة كأنها الأزهر حين كان أزهر كما يقول كشك رحمه الله تعالى قال لما كان الأزهر أزهر كأن هذه المساجد كلها جامعة الزيتون دعني من الأزهر جامعة الزيتون الأولى التي هي أول جامعة أسست في الإسلام أنا قلت فيها الزيتون القادمة وهي على بنائي وجلت وأتيت أيضا إلى تونس هذه الزيتون كأنك ترى تصميم الحرام المكي وتجد هذه الديار كأنها الديار ولكن الحي خلا من المعاني يعني أتبنون بكل ريع آية تعبنون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جباري هذه بلاد الإسلام موريتانيا لا يوجد منها حي صغير إلا وفيه كم من مسجد بنته المملكة السعودية أو الإمارات أو رجال أعمال من موريتانيا هذه المساجد لا يدرس فيها متن الأخضر ولا متن الأجرومية غالبها وأما المدارس فقد ماتت كل ما يسمى مدرسة عصرية معهد عصري أو سميها محاور قديمة كانت على اسم مدرسة ورش أو مدرسة قالون أو مدرسة معهد يوسف النتاشفين هذه إذا نظرنا إلى المتخرجين منها ما فيهم واحد الآن يدرس متن الأجرومية غالبا عن غهر قلب مطلقا مطلقا ولا يدرس الأخضرية حرضا حرضا بدون أن يحتاج إلى شرح هذا يعني منه هذا الغالب أكثر من تسعين هذه الموريتان التي يقول فيها محمد المامي إن لم يكن شنقط فيه زمسم فلهم في العلم أصل الأقدم وهي التي أعجز العالم الإسلامي أحب أمكره علماؤها فهذا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم خاط المشارق والمغارب فما مثله رجل وهذا محمد الحبيب الله بن ميابا وهذا محمد الخضر لإخوة الأعنام ومحمد العاقب وغيرهم وهذا محمد المحمد للتلاميذ وهذا المجيد الواواواواواوا دعني لا أمكن أن أحصيهم لم يتطاول عليهم رجل حتى في العنصور الأخيرة هذا بن عدود هذا عجز عبرة لمن يعتبر مكتبة هذا الشيخ محمد يحمد الشيخ الحسين مراوط محمد يحمد الشيخ الحسين أعجز العالم الإسلامي إدراك شأوه حفظا وفهما كتابا وسنة وأصولا وهذا محمد عبد الله بن الإمام لا أحصيهم لا أحصيهم هذا رجال رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قطاع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله وقليل منهم بقية أنا أتكلم عن الذين خرجوا وجالوا في البلاد أما الذين هناك أموات ولم يخرجوا ومحيان أنا فعن البحر حده ولا حرج قل ولكنهم لا يمثلوا من يمثل الآن شيخناك المرابط حد دمين وشيخ محمد الحسين من الخديم وغيرهم من نساداتنا الكبار في السبعينات والثمانينات والتسعينات أنا أمثلهم رجال في العالم أنا الآن أعلمه هذا البلد الذي هو ثمرة العلم أخيرا لأنه لا تكاد تجير منه حيا صدرا إلا فيه مساجد ومدارس مختارة الآن هي عبارة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيد لا يحفظ فيها كتاب الله تعالى حفظا جيدا الإجازات كل واحد كل من يدبه وهبه يأخذ إجازة ويأخذ يعني سند ويأخذ في العلوم كلها بيضاه وما عنده شيء لا يحفظ القرآن واحد مدرس قرآن إذا امتحنته بالرسم العثماني وهذا الابتداء الأطفال كانوا يخطون الضمائرة كمن الماد تسرع جارية الخبزة بسهولة يعني بسهولة يعني يخطوها حتى بقدمين الآن لو تجد واحد تجد رجلا يعني عنده إجازة حتى الإجازة في السبع فإذا هو لا يحفظ المتنى ولا يتقن الرسم أما ابن برين فيهيات وأما الشاطبية فيهيات هذا الموري تاني أما المغرب فأنا جلتها من مشرقها من شمالها إلى من قبر قبر عبدالسلام نمشيش هذا في شمالها وراء 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 الصيلة ومشيت فيها إلى مراكش ومكناس والدار البيضاء ومكناس التي هي أول مدينة فتحت المغرب العربي التي فتحت بها غرب إفريقيا سنة 150 في الهجرة مكتوب هناك وفاة إدنس الأكبر رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت مسجدا حتى ولا فيه إيمان مصلي فيه الأوقات الخمس أما تركيا فشلتها وكان فيها من المساجد ذلك ما فيها مساجدها مغلقة مغلقة أما بلاد الحرمين فالخبر عندكم لا أريد أن أسئلكم كل الناس يحجون ويعتمرون السنبوية ويزورون وأخبروني لا أريد أن أطير عليكم أما في بلاد الغرب أنا فأنا في أمريكا والله الذي لا إله إلاه وما من بقعة من أمريكا إلا وفيها كم من مسجد وكم فيها من مركز وكم فيها من مدرسة وكأنك تعيش الأندلس الأولى من مدارس المسلمين أو مساجدهم حتى في ميرلند مصمم هناك مسجد بلوه بمئة مليون دولار بمئة مليون دولار أنا درست فيه لما درست فيه كانت الجماعة هناك لا تزيد على مئة الشخص وبجنبنا المطاعم والولاي يحضرها مئات الناس وآلاف الناس عبارة غثاء كغثاء السين إذن لا بد أن نفهم واقعنا فما فيه الآن شيء أرخص من وظيفة العلم وما فيه الآن أرخص من وظيفة المساجد أبنية فارغة لا أحد فيها أصلا وإن يجد فيها أحد لا في العين ولا في النفير ليس له حفظ متن ولا فهم ولا عقد ولا حكمة واحد كان مهندسا أو كان محاميا أو كان دكتورا يتفرغ مهلا وقتا سنة أو سنتين أو يجالس بعض من يسميهم شيوخا فيأتي ويكون إمام ما هذا الفساد في الأرض ما هذا الفساد في الأرض يصدق فيهم قول الله تعالى سبحانه جل جلاله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين عملون معذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلموا أنتم لا تعلمون ويصدق فيهم قول الله تعالى إنما يتزاوا الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأردهم من خلاف أو ينظم من الأرض ذلك لهم خزوا للدنيا ولهم في الآخرة عذاب العظيم بعد ذلك يتصدون على الرد على الأجلة من العلماء هذا شيء آخر ما اكتفوا بغباوتهم ما اكتفوا بغباوتهم وخسرانهم وجمعهم الأموال مساجد فاضية أبنية أندلسية أبنية تركية أبنية سعودية أبنية إماراتية أبنية مغربية تصميم مغرب قديم تركي قديم تصميم عذماني قديم تصميم أندلسي قديم ما اكتفوا بهذا من الفساد في الأرض جمعاً مغرب الناس بالباطل ويشعرون في هذا أما زادوا على ذلك بين صاروا يردوا على أجلة العلماء صاروا يردون على أجلة العلماء بل كل من قال الحق يكفرونها ذلك ذلك ما هو السبب ذلك تصدر للتدريس كل مفلس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس وحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع فيه كل مجلسي لقد هزلت حتى لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهوس هذه نتيجة تصدر الجحال هذه نتيجة تصدر الجحال وما أحسن قول العلماء ابن الخديم أنه يتهرب ويهرب ويبتعد ويجري من المدن هذا يصب محاضراتنا في مساجد ويكشط وفي مساجد موريتانيا شرقيط بلد العلم إذ المحاضرات فيها الزمن للجهلاء هدواه الفيتاني فيها الفتاة يخرج مع فتات يفتينها أو تفتين الفتاة كل بها عن علم الأحكام شغل يخوضهما ليس تحته عمل هذا هو الذي تأتي من نتيجة القول النبي صلى الله عليه وسلم أخوفوا ما أخافوا على أمة لأمة المضلون أخفف ما أخف على أمة الأمة المضلون أخفف ما أخف على أمة الأمة المضلون هذا الإمام فلاء إمام من؟ إمام مسجد كذا إمام مسجد تفرق زينة إمام مسجد بئرية هنا إمام مسجد الفلاني في المغرب إمام مسجد بلاد إمام أبي رباح رضي الله تعالى إمام مسجد عرفات إمام مسجد مينة هذا إمام الفساد في العرض هذا إمام الفساد في العرض هذه هي المشكلة الكبيرة إذن بماذا يطلع به هذا الإمام أو بما يطلع به هذا المدرس ينتقد ويرد ويتطاول في وقت الواحد ينتقل ينتقد ويرد ويتطاول على جهابية العلماء لماذا لماذا أول الجهد زاليا بكلمة إمام زاليا الرقم الأول والثالث والرابع والخامس أهم شيء أن يكون له شهادة غربية دكتور دكتور فلان هذه التي ستقنع العالم الإسلامي من يكون مكتوب عليه الدكتور كلمة الدال هي الأولى لا بد أن يكون لك دكتور دكتور فلان دكتور بالإنجليزي أو الدكتور فلان أو الدكتورة فلان هذه التي ستؤدي الجاذبية العظمى والأبقرية الأولى التي لم يتخلها عمر ولم يحلم بها أصلا لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان وقافا عند الحق أما هذا فكان فحاله متجاوزا للحق ما دخل في الحق أصلا فسق كما تفسق النواة من التمر خرج عن حدود الله تعالى فصار يتقلب يمين وشمالا ويفكر في كتاب الله تعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل أنا على سبيل المثال على سبيل المثال أعطيكم أمثلة كثيرة الآن المسلمون بهذه الأسباب ما أستدهدنا لا وضع أسماء على مستحقها الإمام فلان الشيخ فلان العلامة فلان المدرس فلان الدكتور فلان الدكتور فلان الدكتور فلان الدكتور فلان المحامي الشيخ فلان المهندس المدرس فلان إلى غير ذلك أنا أقول لكم أنا كنت ماضيا في لوسان ديرس وهذه هذه منطقة حساسة حساسة في أمريكا هي مصدر التجاري تقريبا في أمريكا أو من أكبر 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 الشركات تكون هنا فيه كنت جارس في المسجد يعني هذا مسجد عبارة عن مصنع كنت هناك أتكلم عن آيات خمسة وفيها قول الله تعالى اليوم أكبرت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن عادة أني لا أتعرف على الإمة ولا على الدكاترة في المساجد تعبت منهم جلت بهم كامل وتعبت منهم تعرف علم لا فائدة فيه ما أني ما أردت ابتدام ولكن من تعرفت بهم منهم يعني زادني سؤما وشؤما فيهم ويعني ازراء بهم ولا أريد أن نزيل منهم تخبض يعني مهم كنت جالسا بجنبي دكتور وكنت ألقي كلمة وقلت جلوس من يقال له دكتور على هذا المنبر حرام هذا جلوس أرنب على مكان أسد وسبحان الله الرحيم كان بجنبي يمس ذوبي دكتور وأنا لا أعرفه فعندما خرجت من المسجد قال لي أحد الذين دعوني قال لي سبحان الله الرحيم أنت أحرقت الكل حتى الذي كان بجنبك دكتور أقول له الحمد لله كلمة حق عند السلطان جاير هذا سلطان جاير هذا دكتور هذا ليس له سلطان أيضا حتى يكونه متغلبا حتى نحترمه وبأنه له السلطة هذا يعني مدعي هذا دكتور ما هي علاقة بالإسلام ما هي علاقة بالإسلام هو ليس حاكما متغلبا حتى نتركه وخوفا من فساده على المسلمين وهو أيضا ليس بعالمين وليس الدكتور المعالج الناس حتى يساعدهم فهو خنثى مشكل الحمد لله أنه غضب يا مدح الفاسق وغضب الرب يا ذم الفاسق ورضيه الرب الحمد لله الحمد لله ما طعنا في رئيس الدولة وما طعنا في القاضي الذي يحكم الأمر يعني متغلب وشرعي الحمد لله ما أدين الفساد المسلمين هذا الفاسق يعني يريد أن يتطاول على أمكنة العلماء هذا خطير هذه هي المشكلة هذه هي المشكلة تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس فقل أهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع فيه كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وحتى أصهامها كل مهوس يصار كل من دب وهب يقول في كتاب الله كما يقول شيخ عمد للعب نخطر قال أنا لا أقول إن كل من دب وهب يقول في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لست في هذه الدرجة من الغباوة هل يمكن لأحدا يقول أنا أقول لكم الآن أنتم الآن تعلمون أن ما فيه واحد ما فيه الآن واحد يبلغ من الغباوة بالنسبة لعقول كلمة الدنيوية أن يتدخل في مهنة الغير هذا الطبيب إذا تدخل في مهنة قصاص الأشجاء أصحاب الحقول تتهمونه أو تعتقدون أو تجزمون أنه غبي لأنه تدخل في مهنة لا يصلح لها هذا أصحاب الحقول معناها الزراعات سترمونه بالغباوة دكتور عبقري يعرف عمليات عمليات السرطانات ويعلم عمليات القلب ويعلم عمليات الدماء ويعلم عمليات العيون لكنه إذا تدخل في تلك المهنة تعتقدون وتجزمون أنه غبي هذا مهندس إذا تدخل في تلك المهنة التي هي مهنة السياقة أسوأ من ذلك تحسبونه غبيا هذا محامي عبقري يتدخل في مهنة السياقة تحسبونه غبيا لأنها إليست مهنة إذا أراد أن يسوق الشاحنات من شرق أمريكا إلى غربها تقول أنت غبي أنت مجنون أنت محامي عليك أن تدخل في الشركات لكنها إليست فنك ستفسد المسلمين تريد أن تكون ملاحا أنت ستقتل المسلمين في الجو إذن إلا وظيفة العلم دعني أما الكتاب سنة الحبيبي فالناس فيه ما سواهم كل يبدي بفهمه السقيم ما لا يجدي يقول الآخر هل لك رأي فيها؟ نعم القرآن الإسلام لكل المسلمين هذا خطاب لكل المسلمين يا أيها الناس قد جاءتكم معه وتم ربكم وشفاء لما في الصدق ألا يعلموا أن الله تعالى يقول قلوا وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنوا في أذن وقروا وظعا لهم عمل ولا أعلم أن قول الله تعالى في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولا أعلم قول الله تعالى يضل به كثيرا ويأدي به كثيرا وما أعلم به إذن الفاسقين وما أعلم قول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم لسل العرسين وماتوا ومكابرون ولا أعلم قول الله تعالى بل هو آيات بجنات في الصدور وما ألم قولها ببكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرض تقلني وأي أسماء تولني إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيه وهذا بن عباس كم توقفه وهذا عمر كم توقفه وهذا علي كم توقفه وهؤلاء الخلفاء الراشدون والصحابة كلهم توقفوا هذا كلام كلام يزري بالمروع يزري بالراجل العاقل هذا غباوة هاي غباوة وخداع نفاق هاي المهنة المنافقين مع الغباء ليس لكم ذكا أيضا نحن نقول في موريتانا إذا كان المتكلم مجرونا فليكون السامع عاقلا أنتم إذا أخبركم هذا الدجال أو هذا الغبي أو هذا المدرم بهذه المقالة تقول له دعنا يقول إذ لم يحب الحصول على الفروع إنني أصولي فقل له نعرف أين أصبح وإن أمسى والخفاء وبرحة على الحديث كما يقول ابن الخديم حفظه الله تعالى ورعاه على الحديث كما قد فسد لسانه وأدرأه من خاص الأسد هل لا قرأتم قبل المرومي ألفية لو ابن آجر وأل حفظتم ألفية ابن مالك بشروحها وتقليلاتها المقررة على أن الشيخ يعرفونها يعفونها ويفهمونها عن قلب لا عن ظهر قلب لا وعلى القرآن تلكم وقد فسد لسانه قل قبل فهمه هو لسانه فاسل فكيف بفهمه وقد فسد لسانه أجرو فسد لسانه اللسان مترجم عن ما في القلب لسال الفتاة نصهم ونصهم فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم فإذا كان المترجم فاسدا فما بالك بالمترجم عنه هو اللسال يترجم يترجم بما فهم في القلب يترجم عن القلب عن مفهوماته عن معقولات القلب فإذا كان المترجم فاسدا فما بالك بالمترجم عنه هذا فهم هذا الدين لا بد له من حفظ ولا بد له من فهم ولا بد له من دراسة أخيلا تنال العلم إلا بالستة سأم بيك عنها ببياني دكاء أولا إذا لم تكن نكية لا تصلح لذلك يقول محمد العاقب بن ميابا رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته الشيخ محمد العاقب بن ميابا دفين فاس في طريقه للحج رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول قنون عازيا لقنون شارخ لي قنون رب غبي من غباوته تطلبه للعلم تضييع ووقاته درسه للعلم زيادة على ما فرض الله تعالى عليه تضييع ووقاته لأنه سيكون ضلالة على المسلمين وضلالة على المفسدين وضلالة على الكافرين زيادة الأمور أخيلا تنال العلم إلا بالستة سأم بيك عنها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان وصحبة أستاذ وطول زمان وهذا هو آل الإمام الشابع ذكاء لا بدل من الذكاء العلوم علوم الدعوة والتدريس والتبليغ والأمر المعروف أن يعلمك لا بدل من أذكياء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوصل في الدعوة ولا تعليم الناس إلا عباقرة الصحابة علي رضي الله تعالى ومعال بن جبل يعني ناس وكذلك هما رضي الله تعالى كيف كانوا يؤمروا على الجن؟ معاوية بن مسبعان هذا الداهية والدنيا كلها يعني خالد بن ولي هذه ناس يعني أباقرة أمر بن العاصي الناس اللي عندها جاذبيات ممكن أن تتحكم بها تتحكم في العقول في ابتداء قبل العلم والعلم بعد ذلك فهذا هم موازين يعني عقلية علمية كما قال عندما ذكر في حديث البخاري عندما ذكر معاوية بن نبي السبيان بن عباسي قال دعو فإنه فقه فقه معناها فاهم بالدين الفقه عندما ذلك الوقت لا تقال للمشتهدين لا تقال للمشتهدين منها عاقل 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 قوي حتى صار يظم المتونة على مواقع قال دعو طلعوا إن معاوية بن نبي السبيان يؤتن برقعة واحدة لا يجعل قبل رقعة قال دعو إنه فقه دعو إذا ثبتت عدالة المرء فليترك وما فعلا هذا ذك عاقل هذا يفهم الدين ونحن لا نعارضه في فمه ما كان نبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس مطلقا إلا دواهي العرب إلا دواهي الصحابة إلا دواهي الصحابة لأنه لا يريد الفترة على الناس لأنه يريد أن يخاطب الناس كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه ما هو نفعنا بالجميع قال خاطب الناس بما يهمون فتحبون أن يكذب الله ورسله من سيخاطبون بما يفهمون غير العقلاء العلماء وتلك الأمثال نضيوها للناس وما يعقلها إلا العالمون لابد من عالمين ذكيين مجربين اجتمع فيه التقوى ظاهرا وباطنا اجتمع فيه التقوى ظاهرا وباطنا ولذلك قال مالك ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في قلبه مشاء لابد من هذا النور إن يجمعه مع العلم الروايات وكبرواها مالك عنه أجاز أكثر من ثلاثمائة من بين التابعين وتابعهم وأغلبهم تابعون وقال ما أخذت هذا العلم عن رجل الله وحتاج إليه فيه ما أخذته من رجل الله وحتاج إليه فيه وقال الإمام الكندهنوي قال كل الناس كل العلم الأربعة الفقهاء الأربعة المجتهد الأربعة وكل الكتب الستة عيان على موطع مالكين فكيف يدوم الرواية لا ولكن يريد أن يبين لنا أن المقصد من العلم هو هذا النور الذي يضعه الله تعالى في قلبه من شاء الذكاء والتقوى ولباس التقوى ذلك خير الذكاء ذلك خير العقل والحلم والتقوى يعني الله روى باطلا هذا هو هذا هو ولذلك الإمام مالك ماذا قال من عمل بما علمه الله علم ما لمعلم علم ابتداء يطبق في النفس والأهل قوه بساكم وهلكم نارا يعمل به ظاهرا وباطلا يعلمه للناس ثم بعد ذلك يسير على المنهج المتأتي الحقيقة آية بجينات في الصدور الليلة والتعلم يأتي ذلك العلم الذي يشار إلى المالك علم نور يضعه الله في قلب المشاء لا بكثرة رواية الرواية موجودة كانت موجودة لكن لا بكثرة الرواية فقط لابد من الحفظ والفهم ثم بعد ذلك هبات يضعه الله تعالى في قلب المشاء وهذا المثال الواضح عندما الإمام مالك رحمه الله تعالى درس عليه درس عليه التلميذان وهذا معروف قصتهما في كتب التاريخ درس عليه رجلاني فأحدهما ودعه مستوياني في الدروس مستوياني في العلوم أحدهما ودعه وقاله اتق الله واجلس في بيتك أقرار القرآن لا تدخل في مشكلة بين هنين والآخر قال اتق الله وافتي الناس لأن ذلك رأى أن عقليته وشخصيته لا تصلح للناس رأى أنه ضعيف عقليته وحكمته لا تصلح للناس زهدي وورعي قالوا اتق الله أقرار القرآن فقط أنت ستصيبك سيصيب المسلمين منك دعوات وزهد وصلاح يفتح الله به كذا مننا وهذا أنت قال له افتي الناس لأن تطريقتك الفتاوى ليقول فيه من عطاء الله السكندري الزم الباب الذي فتحه الله لك وليقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظم القائلين من المخلوقين كلهم يسروا لما خلق له وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا درين الغفاري وهو قال العلماء ما أقلت منه الغبراء وكمان الكتب السياري ما أقلت الغبراء الأرض أعلم منه مطلقا لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا درين إني أحبك أولا حتى يتأكد ولا يدخل بابه وهيهاتا يدخل بابه شيء ولكن يطمئن قلب أبو ذرين حتى يطمئن قلب أبي ذرين قال له إني أحبك يا أبا ذرين إنك رجل ضعيف لا تحتحمل أمانة لا تعلم الناس ولا تدخل في ما يقعه بين أثنين وأصعى ما يقعه بين أثنين هذه أمور الدعوة هذه الصعبة جدا والردود على العلماء والدخول في المشاكل العميقة هذه لا بد لها من سلطان العلماء سلاطينة العلماء لا بد لها من الجبال حجج حجج الله حجج الإسلام لا بد لها من حجج الإسلام وأما عمر قال له عمر أيضا لأنه يراه رجلا قوي وصاح المارة أنت إذا أتيت وصيك أنك إذا أتيت لبيتي الحراب لا تزحم الناس عندما يرونك في الطريق سيخافونك أرحمهم أنت بشخصيتك عندما يراك الناس سيخافونه فضلا أن تزاحمهم أرحم الناس ارحم الناس ارحم الناس أنت أمير المؤمنين عبارة أنت ستكون أمير المؤمن أنت ستكون الخليفة الراشد عليك برحمة الناس عليك بالتباضع مع الناس عليك بالحلم مع الناس عليك بالحكمة من الناس تنازل على شدتك لذلك عمر رضي الله تعالى لماذا دخل خلافة قال اللهم إني قوي اللهم إني ضعيف فقبوني اللهم إني ذليل فأعزني واللهم إني كلا شديد فألني وبقي عمر رضي الله تعالى أذينا كما يقولون هو كان وقافا عند الحق وكان أليل مع الضعيف من الأرض يعني كان لا يتيه ضعيف إلا واستنزله إلى الأرض ولا يتيه قوي إلا وأذاقه ما أذاقه عطاه الله تعالى من الحكمة أن يعطي كل ذي قدر قدره القوي الظالم يضعه تحت الأرض مباشرة الضعيف يتنازل له حتى المرأة التي خاصمته في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عندما خاصمته قالت له أن جائع وجدها تغذي قدره ما فيه شيء لأولادها فسألها قالت أنها مسكينة ما عندها شيء فشكته وهو معه أحد صحابة ألا أدري هل هو أبو طلحة قال لها أنا أعذريني 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 ما لا أعطيني العذر أعذريني أنت أنا أوليد منك عفوا قالت له يا عمر أنت كنت يقال لك عمر وبعد ذلك صار لك عمر وبعد ذلك صار لك أمير المؤمنين هل أنت أمير المؤمنين أو أمير فقط جنس من الناس خاص وقف عمر وصار تملي عليه تملي عليه تملي عليه تملي عليه لأن الرجل له الحكمة ويعلم من يخاطبه لو كان واحدا غالما ولو كان الشيطان يقول له ضعي ضعي لأنا أنت ضبيع أعطيني رأسك حتى ودميه بالضرب وأنت نالك تخاف حتى الشيطان يخاف منه لكن الضعيف سيعطي حقه فبقيت تملي عليه والرجل بجنبه أبو طلحة أعتقد حسما يقول هذا أمير المؤمنين قال دعها هذه مرأة سمع الله تعالى قولها من فوق سبع سماوات ألا يسمعها عمر أقول الله تعالى عن الجميع فصال صباح فذهب بنفسه وذهب إلى بيت المال وأخذ منه طعاما وحمله على ظهره فقال له الرفيق دعني صاحب بيت المال أنا أحمل عنك قال أمكن تحمل عني ذنوب يوم القيامة دعني دعو علي يوم فلما ذهب إليها طبخ وقال الراوي يرى الدخانة يمشي من لحيته رضي الله تعالى يرى الدخانة يمشي من لحيته وبعد ذلك قال اكتب لي هنا ورقة حتى تكون لي شهادة تعود الله تعالى أنك سامحتني بالماضي فرجع بتلك الورقة ويقول أصحاب السيار أنها الدفنة معه هذه العدالة هذه العدالة وهذا معرفة عطاء كله حقا حقا ويطال من هذا لكن هذا الآن يعني الجور والدجاجلة وكل واحد إيمان فلان والإيمان فلان والأستاذ فلان ومعالي العلامة فلان ومعالي العلامة كله في الطيارة وفي الفندق وفي محطات الفضائية وفي قاعة الترحيب وبعد ذلك يقول عالم المسلمين وشيخ الإسلام ومفتي فلان ومولانا فلان والعلامة فلان والأستاذ فلان هذا يقال له أنت يا رجل اتقي الله تعالى ويتب مما مضى من عمرك ولعل الله تعالى يكفر عنك ذنبك ولعلك تكون ممن قال الله تعالى فيهم إلا من تابه وآمن عمل صالح وليك بدل الله سجياته من حسناته وكان الله أبوه ورحمه اللصوص اللصوص واللصوص يا تابه من الذنب عفى الله عنه هل الفضيل بن عياد كان لستا ولكن ليس كمهلكم لكن لست سارق يعني سارق الأهواب ولم تعمل أمن تسرقون الدين واتهب وصار وقال له الفضيل بن عياد سمع قول الله تعالى ألم ياني للذين أعملوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومن أسل من الحق فقال أنا الفضيل بن عياد أن يرجع إلى الله تعالى ونزل من السقل أنزلوا من السقل المعاصي أنزلوا من السقل الذنوب أنزلوا من السقل الدعاية إلى الضلال وأنزلوا من السقل في الجهد وأتنفوا بها وتعلموا العلم وتعلموا للعلم استكينة والبقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه آرفوا قدركم خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة من ذريدي أنتم تستحقون الضرب والتديبة فلذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هؤلاء المحاضرون هؤلاء المدرسون الآن هم أسوأ على الأمة الإسلامية أسوأ على الأمة الإسلامية من الزنات وشراب الخامة وأصحاب المبقات كلها ولذلك يقول في كتاب القرن الخامس احذر متفقهة زمانك فإنما هم ذئاب في ذياء فما بالكم الآن كم بيننا وبينه ألف سنة إلا خمسين عاما أو إلا ستين عاما فرق كبير يعني لا يأتي زمان لله بعد وشر منه أمس خير من اليوم واليوم أخر من الغد وهكذا حتى تقوم الساعة إذا لا يوررنكم البهرجة ولا يوررنكم العالم الفلاني والدكتور الفلاني والمعهد العالي والمعهد بن عباس في موريتانيا ولا جامعة كذا ولا جامعة أم القرى خداعونا من هذه المؤنهات ولا جامعة الأزهر ولا جامعة جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام هذه أسماء بلا مسميات ولن يغير النحاسة من ذهب نحاسه يقول للناس ذهب والملح للسكري لن يقالبا إن أسمى سكر عليه كتبا هذه كما قال لشيخي أسماء بلا مسميات ما أفسد هذا الدين إلا وطع المسميات على غير مستعقية وطبعا نحن نعيش في هذه الحال هم العلماء كما يقول سروق رضي الله تعالى ورحمه أقول العالم ابن زماني أنا لست عالما ولا طالب عنه ولكن أقل أنقول لكم كلام العلماء لعلكم تفهموا لعلي أن تعاون معكم وإلا فأنا لا أستحق أن أكون مرشدا ولا أن أكون موجها ولكن كما قال الشاعر لعمر أبي كما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا أقشعرت وصوح نبتها رعية هشيمة لكن بما أني عندي قليل من الخبراء وخالطت للأسف بعض من ينسب الآن للتعليم ومن ينسب للعلم ومن ينسب للمشيخة فأحذركم منهم كما تحذرون الأسود الضارية وكما تحذرون المنافقين فإنهم أعوذ بالله منهم كما قال شيخنا المرابط الحاج احذر متفقهة زمانك فإنما هم ذئاب في ذياب وإياك مخالطة أكثر إلى الزمان فإن الناس يزعمون أنهم علماء ولسأمروا كذلك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرجو الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم